السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? اهلا بكم في عالم الارعاب العربي. النهاردة ان شاء الله هنشرح لعبة و هي لعبة جماعية مميزة جدا وجميلة جدا ولعبة التحدي عالية. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ورجعنا لكم تاني مع لعبة او اللي هي لعبة المحقق الصغير. طبعا اللعبة دي منصبه لكل الاطفال اللي بيحبوا العاب التحدي او بيحبوا يلعبوا الالعاب الخاصة بالمحققين او انهم ما يبدوا يدوروا على الشكل. فاللعبة دي منصبة جدا لهم وممتعة الصراحة. اه طبعا هي دي شكل اللعبة من برا. اهيت. طبعا دي التعليمات بتاعة اللعبة وزي بنلعبها والهدف من اللعبة ودي الادوات بتاعة اللعبة اللي موجودة. اه طبعا اللعبة موناسبة للاطفال من سنة 3 سنين لمفوق. آه عدد الاشخاص اللي ادارها اللعبو اللعبة دي من واحد الاثنين. وهقول لكم زي اللعبوها واحد وازي اتنين. تعالوا منا بقى نفتح اللعبة. طبعا هي دي ورقة التعليمات بتاعت اللعبة. اه هي هيها اللي موجودة في الظهر يا مكتوبة بالانجليز والصيني بس هي هيالة في ظهر اللعبة وانا هشرح لكم ازاي بنلعب اللعبة دي تاني حاجة البرد جيم اللي هو الطفل بيستخدمها البرد ديت او اللي هي القرس ده اللي الطفل بيستخدمه عشان يلعب به طبعا هم اتنين لان احنا قلنا ان هي لها بالتحدي فالمفروض من واحد لاتنين لو واحد هياخد بورد جيم واحدة بس لو اتنين كل واحد هياخد واحد وطبعا هي البرد جيم ديت لها وشة هوة الجزء ده ازرق والوش التاني اغضر وهواريكو برضا كالطرقتين وازاي الطفل بيلعبها ومين اللي بيلعب اللون الازرق ومين اللي بيلعب اللون الاخضر طبعا هنا الكروت بتاعتها هم مية كارت الخمسين كارت لونهم ازرق وخمسين كارت لونهم اغضر شوفوا الكروت انا هابدأ بقى فيك الكروت ديت طبعا اتخلي بالكو وانتو بيتفعلها بيتفكوا الكروت لان الكروت كلها من الورق فيعني احذروا شوية وكمان يا جماعة حاجة وانتو بتفكوا الكروت ديت خلي بالكم في صور فيها تلات اشكال وفي صور فيها شكلين يعني خلي بالكم حاولوا تقسموها يعني اللي هو ده فيها شكلين اهوت في حاجات تانية شكل واحد يعني وانتو بتعملوا الشكل خليها احسن متقسمة عشان تبقوا عارفين ودي الكروت بعد ما فكتها طبعا حطيت الاخضر الوحد والازرق الوحده لان الاخضر ده المستوى السهل والازرق المستوى الصعب وفي نفس الوقت قسمت كل اللون لتلات اجزاء كبداية لو الطفل لسه بيلعب اللعبة اول حاجة جزء الاولاني ده اللي هو بيبقى فيه شكل واحد او صورة واحدة اللي هي مثلا صورة السماعة دي ايه الشكل التاني او الجزء التاني فيه صورتين اللي هو الدب دوب والمركب الجزء التالت فيه تلات صور اللي هو الجاتو والزد والآي تلات اشكال فالمفروض كبداية لما اجي العب مع الطفل ابدأ بالشكل الاولاني لو الطفل تمكن منها ام دخلة في الشكل التاني تمكن منها ادخل في الشكل التالت على طول لما الطفل يتمكن من اللعبة احط الاشكال او الكروت كلها على بعض وابدأ العب اللعبة طبعا المستوى الاخضر ده فيه ليه سهل والصعب يعني المستوى الازرق المستوى الازرق التلات دواير دول هو المفروض الطفل بيتبص في التلات دواير دول التلات دواير هنا مفروض يعني اجي ادور على الشكل هبدأ بقى أبص هنا ولا هنا ولا هنا فهبدأ أطلق بط فهنا فيه أكتر يعني مثلا إيه كل دايرة فيها مثلا سبع أشكال أو ثمان أشكال ظهرين وهنا سبع أشكال وهنا سبع أشكال فالطفل بيبدأ يتشتت فبالنسبة له الأخضر ده كبداية سهلة لأن إيه كل دايرة أو الثلاث دوائر دول فيها شكلين ثلاثة بالكتير أو اللي ظهر فالطفل مش هيتشتت بسهولة فهيبدأ يركز أكتر أنا بقى هبدأ اللعبة هي من الورق المقوة أو اللي هو الشكل اللي جوه ده من الورق المقوة وببدأ ألفه من هنا في أربع جوانب بقدر ألفه بها هي أربع جوانب دلوقت هبدأ ألعب اللعبة كبداية أون جاية بدأة بشكل واحد لحد ما الطفل يتمكن منها أدخل في الشكل التاني هبدأ بقى أدور كده وابدأ ألف ولازم أركز في التلت أماكن يعني براحة جدا وبتأني ولازم أبقى مركزة جدا وأنا بلعب اللعبة طبعا يا اللعبة فيها ألوان كتير مشابهة للون الأخضر فده بتخلي الطفل متشتت شوية وفيه ألوان وصور كتير فبتظهر فبي الطفل كل شوية ممكن يبصر الكرت لأنه ممكن ينسى شكل الكرت ممكن يبصر كتير تعدي عليا الشكل عدي عليا ولا أنا عملا بدور روط أنا حاسة نلفتها كلها يعني أنا كده لفتت دايرة كلها بس أنا لسه ملاقيش الشكل أهوت شكل السماعة هو هو اللي فكرته شوفوا خدت مني وقت أدائي لأنها محتاجة تركيز خلاص الطفل تماكن منها أدخل في الشكل الثاني هوت شكلين المفروض يطلع الشكلين في نفس الوقت يعني مثلا الدبدوب والمركب هبدأ أطلع الدبدوب والمركب حتى لو واحدة هنا وواحدة هنا عادي مفاش مشكلة المهم يطلعه في نفس الوقت طبعا يا جماعة وأنتو بتلعبوا اللعبة ديت لو الطفل بيلعبها لوحده وأنتو بتحسبوا الوقت والمدة اللي الطفل جاب فيها الشكل لأن أنا لما جيت لعبت اللعبة دي مع أطفال كان أكتر طفل خد وقت عشان يجيب شكل واحد شكل اللي هو صورة واحدة حتى خد بالضبط منه دي عشر دقايق عشان يجيب الشكل ده لأنه كان عنده مشكلة في الانتباه والتركيز وهو مش عارف يركز ويدور على الشكل لأنه بيتشاتل كمان بسهولة فدي كانت صعب عليه فانتو برضا لو الطفل بيلعبها لوحده تحسبوا له بالطايمر أو اللي هو بتبدأوا تشوفه هو خد منه وقت أداء وبيلعبها ده لو هو بيلعبها لوحده ولكن لو هما الاتنين بيلعبوا مع بعض يعني الكارت ده بيبقى في النص ويبدأوا الاتنين يدورها على الشكل وطبعا الكسبان اللي هو أكتر واحد جمع أشكال أو جمع كروت طبعا عمش عارف الشكل عاد عليها ولا لأ بس هنشوفه أنا حاسة أن أنا برضاك لفت البردو كله وبردك ما جبتهوش هو ده شكل الدبدوب آه الدبدوب هو والمركب هو شوفوا طلعت الشكلين آه الدبدوب والمركب هبدأ أجيب ثلاث أشكال بس أجيب ثلاث أشكال في اللي هو المستوى الصعب ده أو مثلا اللي هي البطة والبيت ده والكرسي طبعا من ضد فوايد اللعبة دي هات إن هي بتطور وبتنمي التقاظر والبصر الحرقي أو اللي هو التنسيب بين الإيد والعين وإن الطفل يركز بين اللي إيده بتعمله وبين اللي عينه بتشوفه كمان بتزود روح المنافسة وإنجاز الهدف لأن طبعا دي زي ما نقول تركه لعبة التحدي وأهم فايدة في ألعاب التحدي إن هي بتزيد روح المنافسة بين الأشخاص وبعضها وبصراحة يا فعلا لعبة جميلة جدا كمان بتزود التركيز وقوة الملاحظة لإن الطفل بيبدأ يشوف الشكل ده ويبدأ يدور عليه في وسط مشتتات كتير بتأثر عليه وبتكلف معظم الوقت ممكن ينسى الشكل اللي قدامه فاللي هي بردك محتاجة تركيز وقوة ملاحظة عالية جدا كمان بتنمي الانتباه وسرعة البديهة لإن المفروض إن الطفل لو بيلعبها قدام شخص فهو المفروض ما ياخدش وقت في التفكير لإنه لازم يجيب الشكل بسرعة هي دي شكل البطة هيت فين بقى الشكلين التانيين اللي هو الكرسي والبيت أهو البطة والبيت ده والكرسي أهو هو هو اللي في الكارتة أهو وهي دي كانت فوائد اللعبة دلوقتي هبدأ أخد كارت كمان برضك عشان أوريكم شكلي كمان أنا هبدأ أجيب لي الكرة البلياردو والبصلة وكرة الأرضية وأبدأ أدور عليها نصيحة وانتو بتلعبوا اللعبة دي يا جماعة ما تخلوش الطفل يلعبها لوحده لو أنت موجودة أو والده موجود اشتغل مع الطفل ويلعبي معاه يعني أنا حتى لو أنا بشتغل مع الطفل في جلسة أو في شغلي اللي أنا عايز ينمي الانتباه والتركيز بفضل قعدة بلعب أنا مع الطفل حتى لو الطفل صغير وبحاول على قد بمقدرة اللي أنا خسر من نفسي عشان الطفل يركز وبيلعب اللعبة ما يحسش أنه هو مجبر أنه هو يلعب لعبة زي دي أو اللي هو اللعبة تبقى مدايئة لأنه لما يحس اللي أنا بشاركوا اللعبة دي بيتم أكتر بينم مهاراته أكتر فبيبدأ يبقى مستجيب معاك فمن الأفضل من الأفضل يعني أنك أنت أو والده تشتغل مع الطفل وما تسيبهوش لوحده يعني طبعا هي اللعبة دي حلوة جدا أنا بصراحة استخدمتها في شغلة كتير جدا لأنها بتفيد الأطفال وبتنمي فعلا مهاراتهم وبصراحة يا لعبة جميلة جدا بس هي مشكلتها حاجة واحدة بس اللي هي عايزة الكروت دي تحافظ عليها لأن ما فيش حاجة معاها تحفظها فأنت المفروض تحافظ على الكروت ديك وكمان الكروت من الورق فهي دي بس مشكلتها المدايقاني بس في اللعبة لكن لو أنت هتحافظ عليها خلاص اللعبة بالنسبة لك تبقى حلوة جدا ومش إشكال لو خصصت أنت وابنك وقت وقعدت وتلعبوا اللعبة دي سوا هتبقى جميلة جدا أو حتى ينشغل شوية عن الموبايل أو حتى عن الكمبيوتر بصهم هي دي الكرة الأرضية هي فين البلياردو كرة البلياردو الكرة الأرضية راح تفين الكرة الأرضية والبصلة وكرة البلياردو كمان في عيب واحد بردك في اللعبة دي اللعيب الوحيد اللي هو فيه أشكال بتبقى مستخبية تحت البلاستيك ده فمتبقيش شايفاه لأن انا شفتها وأنا بشتغل وبالعب اللعبة دي أنا كنت بالعب مع الطفل فإحنا قعدنا ندور على شكل كده قعدنا ندور عليه وفي الآخر طلع مستخب اللي هو شكل الساروخ ده هم بالضبط شكلين أو ثلاثة اللي مستخبيين بس بس اللي هو شكل الساروخ الدهب ده وفيه شكل التاني ده هو ليه عاملة زي بتاعتنا المطافي أو ليه طفعات الحريق هي حاجة شبهها يعني فإحنا قعدنا ندور عليه وفي الآخر طلع نص الشكل تحت البلاستيك وإحنا مش شايفينه وبردك مهما لفتيها عشان مثلا تجيبها النحية التانية عشان تشوفيها مثلا بردك مفيش فهي شوفي بردك هي نصها فهي بس المشكلة فيها الشكلين أو الثلاثة أشكال بس ده بالنسبة لي عادي مفيش مشكلة لكن بالنسبة للعبة فهي اللعبة بتنمت مهارات كتير جدا عند الأطفال وبصراحة لو شوفتوا وأنا بلعب اللعبة دي مع الأطفال كان في الأول كل طفل بياخده من عشر دقايق لربع ساعة عشان يجيب شكل واحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله كان في أطفال لعبت معاهم يعني جابوها بسرعة جدا قال حاجة كان عشر ثواني أو عشرين ثانية لحد ما تمكن منها وبالفعل حسنت أطفال كتير مشاكلهم في الانتباه والتركيز لأنه بدأ يركز ويجيب الشكل فهي بصراحة لعبة جميلة جدا واتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى مكنش طولت عليكم واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد ولعبة جديدة وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد وما تنسوش ان دعموكو ده بيشجعني اللي يخلينا جيب ألعاب أزعد عشان خاطر كل ولي أمر يستفاد من الألعاب ويبعد ابنه شوية عن التليفون أو عن الكمبيوتر واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد مع السلام